بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يعطيكم العافية الصبايا سأبدأ اليوم بفصل جديد الفصل السابع من الكتاب المدرسي المجال المغناطيسي وآثاره سأبدأ بالدرس الأول المجال المغناطيسي للمغناطيس عزة الطالبة أهمية كبيرة في الحياة نظرا للتطبيقات التكنولوجية الواسعة التي يدخل المغناطيس فيها التي سيتم أخذها في الدروس التالية قصة اكتشاف المغناطيس يربى عزيزة الطالبة في الأساطير أنه قبل آلاف السنين كان هناك راع اسمه ماغنوس كان هذا الراع يرعى أغنامه فلاحظ أن ترفع صاه المصنوع من الحديد ينجذب نحو بعض الحجارة فسميت هذه الحجارة باسم الحجارة المغناطيسية نسبة لهذه الظاهرة وربما تعود هذه التسمية إلى مقاطعة مجنيسيا في آسيا الصغرى بالقرب من تركيا حيث اكتشف هذا الحجر المغناطيسي هناك لأول مرة وأطلق اليونانيون على ذلك الحجار اسم الحجر العجيب أو الحجار المعدني وسمي فيما بعد باسم الحجار المغناطيسي للمغانة عزيزة الطالبة نوعان المغانة الدائمة الذي سنتحدث عنه في درس اليوم والمغانة المؤقتة التي سنتحدث عنها في الدروس التالية للمغناطيس عزيزة الطالبة أشكال مختلفة هناك المغناطيس على شكل حذوة الفرس هناك حذوة الفرس كما تشاهدين هناك المغناطيس الأستواني المغناطيس المستقيم والمغناطيس على شكل قرس تقسم المواد بحسب استجابتها للمغناطيس إلى مواد فرمغناطيسية وهي مواد تنجذب إلى المغناطيس مثل الحديد والنيكل والكوبلت والسبائك المصنوعة من هذه الفلزات المواد البارامغناطيسية هي مواد لا تظهر انجذابا إلى المغناطيس في الظروف العادية لكنها تنجذب إذا كان المغناطيس قويا جدا مثل الألمنيوم والنحاس أي أنها فقط تنجذب إلى المغناطيس أو المغانط الكبيرة والقوية ولكنها لا تنجذب في الظروف العادية مواد دايا مغناطيسية وهي مواد تظهر تنافرا مع المغناطيس إذا كان قويا كفلز البزمث والماء وفلز البزمث عزيزتي الطالبة هو عنصر كيميائي في جذب الضوري يرمز له بي آي وله عدد ذري 83 حتى نتعرف على خصائص خطوط المجال المغناطيسي سنقوم بمشاهدة هذه التجربة معا لإجراء التجربة لدينا هنا عزيزتي الطالبة أورق أبيض برادة حديد ومغناطيس بأشكال مختلفة سنقوم عزيزتي الطالبة بإجراء تجربة لرسم خطوط المجال المغناطيسي لدينا هنا مغناطيس كما ترين على شكل أسطواني سنقوم بوضع البرق البيضاء في الأعلى ونقوم بنثر برادة الحديد لكي نرى كيفية تشكل خطوط المجال المغناطيسي لاحظي عزيزتي الطالبة هنا نقوم بنثر البرادة لاحظي بأن المجال المغناطيسي أو الخطوط كيف كثيفة عند الأطراف لاحظي هنا لاحظي كثافة الخطوط المجال عند الأقطاب وكيف أنها تقل أو تتباعد في المنتصف ولاحظي أيضا أن الخطوط كما تلاحظين منحنية وأنها لا تتقاطع وتتجه من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي ولاحظي كيف تشكل خطوطا مغلقة الذي سأتحدث عنه بعد قليل كثافة الخطوط هنا عالية عند الأطراف تقل الكثافة في المنتصف خطوط منحنية وأيضا لا تتقاطع هذه الخصائص تشبه ماذا عزيزتي الطالبة؟ كنت قد أخذت خصائص نعم رائعة خصائص خطوط المجال الكهربائي خطوط المجال المغناطيسي تشبه المجال الكهربائي باختلاف سأتحدث عنه بعد قليل سنقوم برسم خطوط المجال المغناطيسي لحذوة الفرس عند نثر برادة الحديد لاحظي تشكل خطوط المجال المغناطيسي لاحظي هنا أن خطوط المجال تكون متزاحمة عند القطبي المغناطيس وتتباعد في المنتصف أنها منحنية تتجه من الشمال إلى الجنوب وأيضا لا تتقاطع ومن التجربة عزيزتي الطالبة نكون قد استنتجنا خصائص خطوط المجال المغناطيسي سنقوم بالاستعانة بالمختبر الافتراضي لتثبيت هذه الخصائص لدينا هنا المغناطيس بقطبيه الشمالي كما ترين والجنوبي الشمالي نورث والجنوبي ساوث لدينا هنا البوصلة البوصلة هي أداة تستخدم للكشف عن اتجاه المجال سنقوم بإظهار show field إظهار خطوط المجال لاحظي بأن خطوط المجال تخرج من القطب الشمالي وتدخل إلى القطب الجنوبي ولاحظي من الرسم بأن كثافة الخطوط تكون عالية من الإضاءة الخطوط تكون عالية عند الأطراف وتقل الإضاءة هنا في الوسط ولاحظي أيضا عزيزتي الطالبة بأن لو نسمنا لرؤية خطوط المجال بداخل المغناطيس لاحظي هنا معنى أن الخطوط مقفلة أنها تخرج من الشمالي إلى الجنوبي خارج المغناطيس وتتحرك من الجنوبي إلى الشمالي داخل المغناطيس فهي تشكل خطوط مقفلة هذا الفرق بينها وبين خطوط المجال الكهربائي للشحنات النقطية فخطوط المجال الكهربائي عزيزتي الطالبة للشحنات النقطية لم تكن مقفلة لا تشكل خطوطا مقفلة أما خطوط المجال المغناطيسي كما ترين أمامك في المختبر الإفتراضي فإنها تخرج من القطب الشمالي تدخل إلى الجنوبي خارج المغناطيس ومن الجنوبي إلى الشمالي داخل المغناطيس فلذلك هي تشكل خطوطا مقفلة لاحظي هنا بأن البوصلة تستخدم للدلالة عن اتجاه المجال المغناطيسي إذن عزيزتي الطالبة بعد الانتهاء من التجربة والاستعانة بالمختبر الإفتراضي قمنا بملاحظة خصائص خطوط المجال قمنا بملاحظة أن برادة الحديد كانت كثافتها عالية عند الأقطاب وتقل الكثافة البريادة في الوسط أنها كانت منحنية وشاهدنا بالمختبر الإفتراضي معنى أنها مقفلة ولا تتقاطع وتتجه من القطب الشمالي إلى الجنوبي خارج المغناطيس ومن القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي داخل المغناطيس طالباتي المبدعات أن خطوط المجال المغناطيسي كما شاهدنا قبل قليل تشبه خطوط المجال الكهربائي في أنها وهمية ولا تتقاطع ولكن تختلف بأن خطوط المجال المغناطيسي كما شاهدنا تشكل خطوطا مقفلة هنا كما تشاهدين فهي تخرج من الشمالي وتدخل إلى الجنوبي خارج المغناطيس ومن الجنوبي إلى الشمالي داخل المغناطيس أما خطوط المجال الكهربائي التي تشاهدينها أمامك فهي لا تشكل خطوطا مقفلة كما تحدثنا في الفصل الأول من هذا الكتاب علي لي لماذا خطوط المجال المغناطيسي تشكل خطوطا مقفلة لأنه عزيزتي الطالبة لا يوجد قطب مفرد كما ترين بالصورة التي أمامك إذا قمنا بكسر المغناطيس من المنتصف لا نحصل على قطب شمالي وقطب جنوبي مفرد لا سيتشكل قطبان جديدان شمالي وجنوبي شمالي وجنوبي وإذا قمنا بكسر القطعة التي حصلنا عليها سنحصل أيضا على قطبان شمالي وجنوبي أي أننا لا يمكن أن نحصل على قطب شمالي مفرد أو قطب جنوبي مفرد إذن دائما المغناطيس يحتوي على قطبان شمالي وجنوبي وأيضا خطوط المجال كما رأينا قبل قليل تتجه من الشمالي هنا بالمختبر الافتراضي شاهدنا إلى الجنوبي خارج المغناطيس ومن القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي داخل المغناطيس لذلك عزيزتي الطالبة تكون خطوط المجال المغناطيسي تشكل خطوطا مغفلة نكون بذلك عزيزتي الطالبة قد انتهينا من درس اليوم ستجدين ملخص الدرس بدوسية الفيزياء بورقة عمل رقم 13 في الصفحة الأولى ستجدين ملخصا لدرس اليوم وأرجو أن تقومي عزيزتي الطالبة بدراسة الدرس وتلخيصه جيدا وإلى اللقاء في درس آخر لكي مني عزيزتي الطالبة جزيل الشكر اشتركوا في القناة